اشتركوا في القناة منزلة الثورية ممتازة جدا للبدء بأي عمل ولكن غير ممتازة للكشف عن الأسرار بعد الظهر القمر رح يدخل على منزلة الدبران في برج الثور وهي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها طبعا وجود القمر في برج الثور هاد بيعطي شوية أشياء أو تأثيرات بتأثر علينا جميعنا تأثر على جميع الأبراج اللي هي تأثيرات القمر في الثور بنشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا ما منحب نبحث عن أي شيء جديد منحب نعتمد على أنفسنا ماديا ما منفكر باقتراض المال لا من مصرف ولا من صديق في هاي الفترة وجود القمر في الثور هي فترة ممتازة للي بفكروا أنهم يبدأوا ببرنامج إدخاري ممكن بهاي الفترة شراء عقارمة أو قضاء وقت ممتع داخل البيت مع الأشخاص مع الأهل مع الأقارب أو أنه يجي على بالنا هيك نتفرج على تلفزيون على فيلم على مسلسل أو أنه نبحث عن أي شيء العلاقة في داخل البيت أو نقضي أوقاتنا مع أنفسنا أو مع أهل بيتنا طبعا يابل ما نبدأ بالزوايا الفلكية في تحت شوية أشياء هيك كبسات اللي حاب يكبس عليها يكبس عليها واللي حاب يأجلها لبعد الحلقة يأجلها أهم شيء أنا اللي بيهمني التعليقات اللي عنده سؤال أو استفسار يكتبه في التعليقات أي استشارة أي سؤال بدك تسأله مهما كان بدون مقابل ومجاني خصوصا لأعضاء القناة عندك انتقاد اكتب عندك نصيحة اكتبها عندك شيء ما فهمته اسأل رح أجاوبك لو ما جاوبتك بوقتها ممكن أجاوبك بعد ساعة بعد ساعتين لكن بحاول قدر الإمكان كمل الرسائل الموجودة كثيرة كمل أسألة الموجودة كثيرة بحاجة لوقت أني أنا أنظمها وأنظم الأشياء المهمة جدا فيه أسألة بتيجي ناقصة ما بقدر أنا أفهمها عشان أنا أجاوب عليها يعني سؤال برج الجدي مع برج مش عارف إيش بتوافقوا طيب تاريخ الميلاد وين تاريخ الميلاد كامل وين طيب أنا شو طالعي طيب وين تاريخ ميلادك وين ساعة ميلادك عشان أنا أعرف أنت وين مملود هاي الأشياء كلها لازم تكون محسوبة يعني اسأل ولكن حط الجواب الصحيح أهم الزوايا الفلكي اللي رح تتشكل معنا إحنا خلال اليوم الزاوية الأولى اللي رح تصير اللي هي الساعة 27 دقيقة بتوقيت جرينيش صباحا هاي الزاوية زاوية التتليث إيجابية بين القمر والمشتري هاي بتخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين ومنهتم أن نحللهم مشاكلهم نساعدهم نسمعهم نعطيهم نصائح وممكن أنه نبدي مشاكلهم عن مشاكلنا كمان نحاول أن نساعد بأكبر قدر ممكن أو أن نعمل أي عمل إنساني بتلوح الفرص دائما في هاي الفترة أو بهاي الزاوية لتحصيل مكسب مالي أو بتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الثانية اللي رح تكون برضو زاوية التتليث إيجابية بين القمر وعطارد هاي الزاوية بتكون الساعة 3 و17 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش منشعر أنه عنا قوة فكر عالية جدا وعننا قدرة عالية أن نستوعب الأمور وندركها ونفهمها ونحللها بطريقة ممتازة جدا وبصير عنا نشاط للذاكرة وسرعة بديها عالية جدا بهاي الفترة هاي الزاوية ممتازة للأشخاص اللي بكتبوا روايات قصص شعر بدوروا على الأفكار لحلول مشاكل ما بيشتغلوا في مجال الاقتصاد بيشتغلوا في المحامة هاي أو أي شخص يعني عنده يعني بحتاج لكمية من الفكر العالي على أساس أنه هو يحل مشكلة أو ينجز عمل معين هاي ممتازة جدا الزاوية يعني هذو اللي رح يبدعوا فيها أما الزاوية الأخيرة اللي رح تكون هي زاوية برضو تثليث إيجابية بين القمر والشمس هاي رح تكون تقريبا الساعة تسعة وستة وثلاثين دقيقة مساء هاي بتخلينا شوي نهتم بصحتنا أكثر نهتم بالرجيم نهتم بالنصاحة نهتم بالضعف نصير نفكر في برنامج غذائي معين منصير مثلا عندك ممرض بالله تقيس لي هالضغط عندك طبيب بالله معلش تشوف لي أنا عندي حرارة يعني منهتم في صحتنا بطريقة بتكون شوي هيك ملفتة للانتباه منلاقي بهاي الفترة برضو نوع من أنواع المساندة والمساعدة والدعم من الأصدقاء منتجه دائما في هاي المرحلة في هاي الزاوية لتغليب العقل على العواطف يصير عنا قدرة عالية جدا أن نسيطر على مشاعرنا منحل الأمور بطريقة عقلانية بدون عصبية وبدون عواطف أنها تدخلنا بالحيط ولا قصص حب فاشل يعني منوازن الأمور بطريقة أكثر عقلانية طبعا خلو المسار القادم هو رح يكون يوم ستة واحد ببدأ الساعة اتناعش وسبع دقائك بالتوقيت جرينيتش اللي هي بعد الظهر وبيستمر لثاني يوم الساعة ثنتين وعشر دقائق صباحا بعدها بكون القمر انتقل للجوزاء يعني إحنا رح نعيش يوم بدون خلو ومسار إن شاء الله رح يكون يوم خير خصوصا كل الزوايا اللي فيه منيحة ما فيه أي زوايا صعبة إلا إشي واحد بس هي لسه ما زلنا في تأثيرات انتقال المريخ اللي بيأثر شوي على عصبيتنا وعلى حديتنا وبعمل أشياء إلها علاقة بالعنف إلها علاقة بالتفجيرات إلها علاقة بالاغتيالات إلها علاقة بأشياء صعبة ضايل إلها يومين وبعدها بترجع بتستقر تأثيرات الشحنات السلبية تاعة المريخ بالنسبة لعمر القمر القمر صار أحدب يعني هو عشر أيام بيظل عشر أيام للساعة عشرة وتسعة وأربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج وبعدها بندخل في يوم 11 بتصير نسبة الإضاءة 75% وصلنا للتوقعات برج الحمل هاي الفترة ممتازة جدا أنه تدخل تحسين على ميزانيتك أو تفكر بأنك أنت تعمل جدولي للمصاريف اللي عندك عملية تسديد الفواتير عملية سد الالتزامات عملية كيف تنظم برنامج الفلوس اللي موجودة معك كيف دك تصرفها في فرص أنه يجيك مال من عمل إضافي أو من شيء خارجي ولكن برضو في هاي الفترة بتزيد شوي مصاريفة أهم شيء اللي معاه فلوس ما يتسرع في هاي الفترة أنه يقول والله بدي أستغل فلوس هاي وأوظفها بتجارة معينة أو بمشروع معين يفكر ويركز ويدقق بالتفاصيل عشان تطمئن خواطره مستقبلا ولكن إنه إجمال أنه بتتحسن معنوياتكم بشكل ملحوظ وبصير عندكم نوع من أنواع التفاؤل برج الثور طبعا أنتوا اليوم أحسن بكثير من الأيام اللي مضت تقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة بصير عندكم نوع من أنواع النشاط بتقدروا تبادروا بأي خطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي من علاقاتكم الاجتماعية تقدروا تزوروا الناس تقدروا تجتمعوا مع الناس تقدروا تستفيدوا حتى من علاقاتكم الاجتماعية بتتحسن المعنويات بشكل ملموس ممكن تنطلق في ورشة جديدة أو مشروع جديد عشان تواجه فيه واقع صعب معين بتمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماس تنتصر على كثير من الاعتبارات فترة ممتازة اعرف كيف تستغلها برج الجوزاء يوم بتطلب منك عدم المبالغة بجهدك الجسماني بدك تركز على صحتك بدك تركز على انجاز اللي انت بتقدر تنجزه بدون ما تجهد حالك ممكن انه عندك شوية اعمال متراكمة اهم اشي انك ما تهمل اشي وما تهمل صحتك تريح نفسك واشتغل بالاشي المهم في هاي الفترة ما بنصحك انك توقع على اي عقد ما تبدأ باي عمل جديد هاي الفترة القمر موجود في بيت متاعبك هاي اسوأ ايام بتكون خلال الشهر هاي فترة فارغة من الحدود حلل الامور بهدوء ابعد عن اي اشي في مصدر ضجيج او في مصدر توتر للعصبية وما تقرر اي شيء لانه هذا الشيء ممكن يخيب امالك تعتبر هاي الفترة من اسوأ ايام الشهر يعني بمعنى اخر اصبر هاليومين وتحملهم القمر راح ينتقل عندك كمان يومين تتحسن امورك وبتصير احسن برج السرطان هاي الفترة بتنشط فيها بلقاءات الاصدقاء الاتصالات معهم التعاون معهم هم يتعاونوا معاك ممكن تتفاجئ او تفاجئ احد بتصرفاتك او هو يفاجئك بتصرفاته اهم اشي انك انت ما تظل وحيد الفترة هاي واعدة بتعاطف وبتأييد تحركاتك ممكن تفرح بدعم جهة معينة لالك او بدعم شخص لالك يعني بقدر احكي لك انه هاي الفترة ممكن تجيك مفاجئة عن لقاء معين وتعاون متبادل بينك وبين اطراف معينين يساعدوك بطريقة انت ما تكون متوقعها استغل الفترة هاي لانه كمان يومين القمر بوصل للجوزاء اللي هو بيت متاعبك فممكن انه يأثر عليك بشكل سلبي برج الاسد هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل او انه بيرغب انه يدخل اي تعديل عليه او يجتهد باي شيء جديد او يطور اسلوب عمله او يبتكر شيء خاص لعمله ركز على هاي النقاط بخصوص العمل رح تجد نتائج مذهلة جدا انت ممكن ما تكون تتوقعها بهاي الفترة بتقدر تثبت جدارتك للمسؤولين بس اهم نقطة ما تتذمر من كثر الشغل اللي رح يكون على كتافك وما تمل لانه هاي الفترة رح يكون فيها متائج لو الدم انت رح تستفيد منها لانه هاي الفترة بكون في ضغوط كثيرة لكن برضو هاي الضغوط بتكون مهمة ما تسمح لعواطفك بانها تأثر عليك وعلى سلوكك او على ادائك سيطر على اعصابك حتى لو شعرت بالانزعج برج العذراء ممكن انه يصلكو خبر جديد او خبر من بعيد ممكن تنجحوا باي امر الو علاقة بالسفر او بالاتصالات او بالمراسلات اي امر الو علاقة بالجامعات بالاكاديميات بالمؤسسات التعليمية بالمحاكم بالقضايا كل هات بكون لصالحكم بتزيد رغبتكو وانتو بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكو باحباكو بترتفع المعنويات خلال هذا النهار فرص النجاح كبيرة وبترجع تقدر تمسك زمام الامور مثل ما بدك انت هاي فترة ايجابية جيدة بكون سهل فيها الحوار ممكن تفرح بخبر او تجاوب يكون بالاول كان صعب ولكن بالفترة هاي يكون لصالحك فيه اشخاص من برج العذراء ممكن يكون عندهم سفر محتمل برج الميزان هذا يوم واعد لمكسب مالي الوصلة يا بشراكة يا بتعويض بس بدك تنتبه لانه صحتك او صحت حدا بيعز عليك ممكن شوي يكون بدها نوع من الرعاية استغل هذا اليوم تهدئت الخواطر او جبر الخواطر وترتيب الاوضاع ممكن انك تتخلى عن مطلب معين او عن خطوة معينة اهم اش انك تتصرف بدون تباطئ وحاول انك تصحح الاوضاع وانك تقدر تعيد الامور او بعض الامور لنصابها ممكن تنشغل يا بمعاملات يا باوراق برج العقرب يعني هذا يوم يعتبر من الايام المناسبة للك خصوصا بالاعمال اللي بتتطلب تعاون طرف ثاني بتقدر تعزز شراكاتك ان كانت مالية او عاطفية اهمش انك تتجنب الانفعالات لانه هاي ممكن شوية تطلع لك شوية مشاكل يا مع ادارة معينة في عملك او مع مسؤولين تحذيري للك خلال هذا اليوم ما تدخل باي جدال او صراع انت بغنى عن كل وجعة الراس وفي نفس اللحظة اي جدال او صراع نسبة خسارتك علي جدا فيه لانه في هاي اللحظة انت ضعيف واللي قبالك هو اللي رح يكون قوي وشارس برضو فريح حالك واختصر برج القوس رغم انه العمل تراكم عليك ورغم انه انت عندك قدرة على انجازه ولكن بظل العمل كثير او بظل متطلبات هذا اليوم عليك في العمل كثيرة وضغطة اهم اش انك تحاول تنظم جدول اعمالك مزبوط وجدول غذائك بشكل مزبوط وتاخد قصة من الراحة تهتم بصحتك ما تهمل وتقصر بشغلك ما تقول كمان شوي بروح لانه فيه منك ورح يتأخر عن عمله يعني النصايح هاي بس عشان يعني اذا انت بدك نتيجة تكون كويسة للك اذا بدك تخالف فانت حر هاي فترة فيها شغلات ممتازة ممكن تلاقي تقدير للاشي اللي انت بتعمله او لجهودك او لجهود انت قدمتها وبرضو بتقدر انك انت تنطلق بمرحلة جديدة او بشيء جديد برج الجدي هذا يوم العواطف او هذا يوم العاطفي بمعنى اخر او هذا يوم الحضوض هاي افضل الفترات اللي بتمر عليكو خلال هذا الشهر هاي الفترة عواطفكو بتكون شوية زادت ممكن انكو تتقربوا من احبائكو وتعززوا العلاقة معاهم بتقدروا تمارسوا اي نشاط فني يعني حتى لو صوتك مش حلو بتقدر تغني اهم ايش انك ما تتردد في التعبير عن عواطفك يعني بتقدر انك تختصر من مشغولياتك والتزاماتك وتكرس شوية وقت لأحبائك ممكن عند بعض الاشخاص تظهر علاقة جديدة ممكن تزدهر علاقة جديدة وتتطور لمرحلة جديدة احسن لكن نصيحتي لإلك ما تسمح لشؤونك الشخصية بالتأثير عليك حاول أنك تكسب الأيام هاي بدون نكد انبسط برج الدلو هاي الفترة تركيز البيت وأكثر إشي بكون عليكم أو بتقدر تركز على البيت بشكل أكبر يعني أي تعديل مطلوب على مساكنكم أو على نظام البيت عندكم أو على الروابط العائلية أو التواصل مع أقاربك أو أهلك إذا كانوا مسافرين أو في مكان ثاني حدا زعل منك في الأيام الماضية بتقدر تصالحه في الأيام هاي يعني في منك ورح ينشغل بهاي المسائل أساسا أهم شي ما تخلي حدا يحبطك ويقلل من طموحاتك أو أنه يتدخل في شؤونك دير بالك من الخلافات وما تضخم الأمور كون هادي واستقبلها بكل صد الرحب هاي الفترة انت حساس شوي وبرضو عندك نوع من أنواع التوتر ممكن هذا من القلق ولكن الأرجح لأنه الشمس ما زالت في بيت متعبك ممكن يكون عندك يجيك سفر مفاجئ ممكن تنقلات مفاجئة ممكن ارتباط وممكن اشي يشغلك حدا اللي عنده وعك صحية أو مريض يسيطر على أفكارك برج الحوت يعني الآن القمر في بيتك الثالث هذا بيت الدراسة الطلاب اللي في المراحل الأساسية إذا عندهم امتحانات بيبدعوا فيها إذا بدروس الامتحانات بيستفيدوا منها اللي عندهم بيشتغلوا في مجالات الاستيراد والتصدير خصوصا التجار المحليين اللي عندهم بقالة سوبر ماركت شغلات هيك هدولا بيستفيدوا فترتهم ممتازة جدا فترة ممتازة للتنقلات والالاتصالات برضو ممتازة للسفر يوم مناسب حتى لللي بيفكر أنه يطلع حتى يرفع عن نفسه ويطلع رحلة نزهة أي إشي بيقدر واستفيد غير وبرفع عن نفسه وبالعكس بيش حنحاله بطاقة ممتازة جدا ممكن يزيد اهتمامك بأخه أو بجار أو يكون نوع من التعامل ما بينك وبين أخ أو جار أهم إشي حافظ على الموضوعية والهدوء هدوء خذ مية نفس والاتزان والرصانة خلي شخصيتك هادي حصن حالك حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة تفائل بالمرحلة القادمة رح يكون عندك اليوم كثير تنقلات مهمة بتتمتع بسرعة بديهة عالية جدا بتكون خفيف الظل عندك قوة أفكار عالية جدا وعندك برضو قوة أعذار عالية جدا يعني فترة فيها نشاط وحماسة عالية جدا حاول أنك تستغلها وتستفيد منها هيك وصلنا للنهاية وفي علمنا كل نهاية بداية بشكركم على سعة صدرك وعلى تحملي بهاي الحلقات الطويلة وإن شاء الله أني أنا كن وصلت الرسالة في النهاية الله أعلم ويا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء